سيناريو حوار فيلم قصير جدا حسن أليلة سيناريو حوار دكتورة ميمينة جميع الحقوق محفوظة المشهد الأول خارجي أعمى يستعطي بالشارع صباحا رجل أعمى على رصيب أحد الشوارع وقد وضع قبعته أمامه وبجانبه لوحة مكتوب عليها أنا رجل أعمى أرجوكم ساعدوني بينما يمر المر عليه وقد تجاهله غالبيتهم الأعمى بصوت واهن حزين ضيف حسن الله حسن أليلة تمنع بلاوي كتير يا بختك يا فاعل الخير والصلاح يكرر واستعدم اكتراس الغالبية من المر رجل يمر بالشارع الذي يجلس فيه الأعمى ينظر إلى قبعته الفارغة تقريبا تتوجه الكاميرا لتظهر أن قبعته لا تحتوي سوى على قليل من المال الرجل يضع بعض النقود في قبعة ثم ودون أن يستأذن الأعمى يأخذ اللوحة التي بجانبه ولا يكتب عليها عبارة أخرى ثم يعيدها إلى مكانها ويغادر الأعمى بصوت واهن حزين حسن لله حسن أليلة تمنع بلاوي كتير حسن أليلة تمنع بلاوي كتير يا بختك يا فاعل الخير والصلاح يكرر واستعدم اكتراس الغالبية من المرة تتحرك الكاميرا لتوضح أن قبعة الشحاز الأعمى قد بدأت في الامتلاء بالنقود تباعا وتدريجيا حتى كادت أن تمتلئ الأعمى متوجها بالسؤال لأحد الوضعين له نقودا بقبعة هو إيه اللي مكتوب على الكرتونة بالضبط يا أستاذ المحسن مكتوب إحنا فصلة ربيعة بس أنا مش قادر أشوف جماله قطع